أهلاً من جديد البداية دبلوماسياً حيث اختتم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والوفد النيابي المرافق له زيارته لطهران وبحث الحلبوسي قبيل ختام زيارته مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي بالإضافة إلى الأمن المائي ومعالجة الإشكاليات البيئية فضلاً عن زيادة كمية الغاز بحسب طلب وزارة الكهرباء وأكد الحلبوسي أهمية حفظ السيادة وحسن الجوار وحماية حقوق المواطنين مضيفاً أن استقرار العراقي ينعكس إيجاباً على إيران والمنطقة من جانبه ثمن عبداللهيان دور العراق في تسهيل المباحثات بين دول المنطقة مشيداً بدوره في ذلك المجال كما أشار إلى أن التركيز على الحلول السياسية والحوار للخروج من الأزمات الراهنة في المنطقة سيخدم السلام والاستقرار الإقليميين كما أكد في الوقت ذاته دعم بلاده للعراق والتعاون في جميع المجالات ومنها موضوع زيادة كميات الغاز خلال الفترة المقبلة ترجمة نانسي قنقر